انا اول سؤال النهاردة الاستاذ رجاء من القاهرة الاستاذ رجاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انتفضلي يا فندي انا انا عبتدي الكلام بالسؤال بتاعي عشان ايه محيرش تحصيتك انا سؤال ان انا واحدة عمدي سبعين سبعين بني اديكي الصحة يعني نور وبركة وفضل وخير كتير ان شاء الله مشكلة ان انا في مشكلة ما تتحلش طول حياتي انا او ديوم انت فضل غاية من او دمال جوك وفضل طريت بقى لنا اخذ مواقف قد سلبية عشان رضي السنين عشان الدنيا تمشي وعشان ما نعملش مشاكل وعشان ما ننفصلش عشان الفطري البيت والاولاد يعني العشرة كم سنة يا حاجة حاجة الرجاء اكتر من اربعين سنة اكتر من كم اربعين اربعين سنة ايه طي عندك اولاد واحفاد ولا يا حاجة الرجاء الحمد لله الحمد لله الحمد يزينها من ربك نعم ربك كيرا بنته طي قولي لي وبعدين المهم ان هو انسان عصبي لا اقصدها انس عالي غضوب كل الحاجات دي ما شبتاش غير في العشرة المهم يعني غلت غلت معي كتير غلت في الايد وغلت في النفسية وفي اهلي انو اهلي مش موجودين طب فين السؤال بقى حاجة ما انا قلت لحضرتك السؤال انما بعد ما استحملت السنين دي كلها جينا في موقف هو مش عايزنا اتكلم مش عايزنا اقول لها انا كنت باشتغل على فكرة اشتغلت طول عمري اشتغل متي بات طيب قوليني السؤال باس حاجة الرجاء معلش السؤال انو كان في موقف حد جدا منه حد انا قلت وطلب انا من ساعد وانا مش ادرك حكنا منزعى جتير بس خط بقى انا كم سنة على ده على ده لا ما فيش سنة دي شهور طيب اقول لحضرتك نعمل ايه حاجة رجاء اقول لحضرتك ويا ربي هو يكون كمان سمعني بص يا بص حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجة احنا لما بنكبر بنحتاج للونس اكتر صحيح لما بنكبر بنبقى حساسين اكتر بس زوجتك دلوقتي بتقول لك انا محتاجا لك ومقتضى الشهامة والرجولة اللي انت كنت بتكلم الناس عنها ودايما بتقول ان انت من مكان يعني بيعرف يعني ايه شهامة والرجولة واهل المكان اللي انت تولدت فيه وعشت فيه جزء من حياتك الناس بيحافظوا على الستات فعشان كده لازم انت توقف جمي ست محتاجا لك وهي لحمك ودمك وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول انت لسه حتى الان بتعولها بدل هي امراتك كيفية ان هي تحملت الغضب والعصبية والاهانة هالجزاء والإحسان إلا الإحسان أحسن إليه اتق الله طيب وانت بتقولي لي اقولك لازم اقولك حاجة لان المشكلات كلها بيبقى لازم كل واحد من الطرفين عنده وحص فيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأوا بالسلام خليك انت الخير وبدأي بالسلام وما تقولي ليش الله يسترك عملت كده كتير ما والخلق ده بيفضل معنا طول حياتنا فلذلك إلا حاصل نصحتي لكي ان انت تعملي بحديث رسول الله سلم خيرهما الذي يبدأوا بالسلام اشتركوا في القناة